حياكم الله لم يمهلني فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن لم يمهلني كي أتحدث معكم قليلا بعد مقدمة البرنامج هذه هي الحلقة السابعة والعشرون بعد المئتين وغدا حلقتنا حلقتنا الأخيرة ليست بالنسبة لبرنامج الخاتمة فبرنامج الخاتمة لا زال مستمرا لكنني أتحدث عن مجموعة حلقاتي هذا هو الحسين غدا الحلقة الأخيرة من هذه المجموعة أسئلة وأجوبة عنوان حلقاتنا الأخيرة هذه في مجموعة حلقات هذا هو الحسين تم الكلام في الحلقة الماضية في جواب السؤال الثاني وصلت إلى السؤال الثالث وفي الحقيقة فإن السؤال الثالث سؤال أنا الذي سألته ووعدت أن أجيب عليه وهأني سأجيب عليه بحسب ما يسمح به الوقت السؤال الأول والسؤال الثاني من الأسئلة التي وردتني منكم أما السؤال الثالث فهو سؤال طرحته أنا عليكم يرتبط بالشعار الذي مضمونه ثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أنكم تتذكرون حينما قلت لكم من أنكم تعرفون شعارات البعثيين والقوميين والشيوعيين وتعرفون شعارات كثيرا من الجمعيات والمجموعات والمؤسسات إلى غير ذلك لكنكم تجهلون شعاركم تجهلون طريقة تلفظه الصحيحة ولا تعرفون دلالته اللغوية ولا تعرفون دلالته العقائدية لذا قلت لكم جربوا وسلوا خطباء المنبر الذين يقولون من أنهم خدام للحسيني وسلوا الشعراء والرواديد وسلوا مراجعكم عن صيغة شعار الحسينيين إذا كانوا حسينيين ذكرت لكم عدة صيغ عدة قراءات لهذا الشعار وطلبت منكم أن تشخصوا هل أن الصيغة كلها صحيحة أم أن بعضها صحيح والبعض الآخر ما هو بصحيح ولماذا وما هو المعنى اللغوي على الأقل لهذا الشعار الصيغ التي ذكرتها لكم يا لثارات الحسين 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 ويا لثارات الحسين لا أدري هل سألتم هل حصلتم على جواب أنا سأجيب على هذا السؤال هذه ست صيغ يا لثارات الحسين 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 صيغتان فقط صحيحتان يا لثارات الحسين هذه صيغة صحيحة يا لثارات الحسين هذه صيغة صحيحة أخرى بقية صيغي ليست صحيحة إذن عندنا صيغتان صحيحتان هما الأولى يا لثارات الحسين والثانية يا لثارات الحسين سأدخل في التفاصيل اللغوية النحوية قولوا ما تشاءون أصل التركيب يا ثارات الحسين هذا هو أصل التركيب فيا حرف نداء والتركيب هنا ثارات الحسين منادة يا ثارات الحسين ثارات جمع بالألف والتا المزيدتين المفرد ثار والمجموع ثارات نذهب إلى فاصل عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله علي عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيام وهم والله نور الله الذي أنزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر صدقات ويكون برج سعد أدبت علي ويكون ويكون قول يا سعدتنا برج يا لمطوق بالعهد وحارش لما يشؤول ولعن كفالتنا دينة شاعات الجاهد أدوي الجاهد بذول ولديون خواتنا شرد علي العباس أسماتي شدوني شرد علي العباس أسماتي شدوني صاحنا الموت الحامر شاية يمر بيش الخطر أروى أنا شي يذب يمنى هيا هيا لبوي تعهد يا قرار ما هو سدا وإنقائي المال مو انها اظن يا من الهاش فأصل الشعاري يا ثارات الحسين يا حرف نداء فأصل الشعاري يا ثارات الحسين يا حرف نداء وثارات الحسين هنا منادة وهذا المنادة من نوع المنادة المضاف والمنادة المضاف يكون منصوبا هذا هو حكمه الإعرابي ثارات جمع لثار المفرد ثار وهو جمع بالألف والتاء المزيدتين والجمع بالألف والتاء المزيدتين ينصب بالكسرة بدلاً عن الفتحة لذا تأتي الكلمة محركة بكسرة يا ثارات الحسين حينما دخلت اللام على هذا التركيب فإن التركيب تحول إلى نوع آخر من أنواع النداء والذي يصطلح عليه بنداء الاستغاثة فجاء التركيب يا لثارات الحسين هذه الصيغة صحيحة وصيغة الأخرى يا لثارات الحسين صيغة صحيحة أيضاً هذه اللام التي دخلت على هذا التركيب هي في الحقيقة حرف جر لكنها حين دخلت على المنادى المضاف هنا وجاءت وجاءت بعد حرف النداء اليا يقال لها لام الاستغاثة وفي الحقيقة هي حرف جر مرة تأتي وعليها وعليها فتحة ومرة تأتي وتحتها كسرة تأتي مفتوحة يا لثارات الحسين ومرة ومرة أخرى تأتي يا لثارات الحسين فكلمة ثارات مجرورة بحرف الجر هذا فاللام هنا حرف جر عامل المراد من الحرف العامل الذي يؤثر في غيره الذي يعمل في غيره فإنه يجر الاسم الذي يأتي بعده فيا حرف نداء وهذه اللام لام الاستغاثة حرف جر وثارات اسم مجرور بحرف الجر وهذه الصيغة هي صيغة نداء الاستغاثة يا لثارات الحسين فليا للنداء واللام حرف جر للاستغاثة وثارات جرت بحرف الجر وهذه الصيغة هي صيغة استغاثة والكلام هو هو مع الصيغة الثانية يا لثارات الحسين فهذه اللام حرف جر وثارات جرت بحرف الجر وصيغة بكاملها صيغة استغاثة ما هو الفارق بين اللام المفتوحة واللام المجرورة ما هو الفارق بين اللام المفتوحة واللام المكسورة لا ثارات الحسين لي ثارات الحسين الفارق معنوي سأقرب لكم الفكرة بهذا المثال حينما أقول يا لزيد هذه هي اللام المفتوحة يا لثارات الحسين حين أقول يا لزيد يعني أنني أستغيث بزيد حينما تكون اللام مفتوحة فالذي يأتي بعد اللام المفتوحة في صيغة نداء الاستغاثة هو الذي يستغاث به يقال له المستغاث فحينما أقول يا لزيد يعني أنني أستغيث بزيد أطلب الغوث منه ولكن حينما أقول يا لزيد حينما تأتي اللام مكسورة في نداء الاستغاثة يا لزيد ماذا يعني ذلك يعني أنني أطلب الغوث لزيد هو الذي أطلب له أن يغاث ففارق بين المعنيين حينما تكون اللام مفتوحة يا لزيد إنني إنني أستغيث بزيد أطلب الغوث منه ولكن حينما تأتي اللام مكسورة يا لزيد فإنني أطلب الغوث له فكيف سيكون المعنى حينئذ حينما نقول يا لثارات الحسين وحينما نقول يا لثارات الحسين لا بد أن نعرف من أن الجار والمجرور يحتاجان إلى عامل لا بد من وجود عامل مؤثر في تركيبة الجار والمجرور وهذا العامل المؤثر قد يكون ظاهرا موجودا في الكلام وقد يكون مضمرا مقدرا أنا لست بصدد أن أتناول قواعد علم نحو في هذه الحلقة لكن بعض المطالب لا بد من الإشارة إليها كي تتضح الصورة كاملة بين أيديكم فلا بد من التقدير لا بد أن نقدر ما يمثل أن يكون عاملا مؤثرا في الجار والمجرور من الآخر حينما أقول يا لثارات الحسين إنني أستغيث بالذين يحملون في قلوبهم وفي وجدانهم حرارة ثأر الحسين كأنني أستغيث بثارات الحسين التي في قلوبهم فهنا حينما أقول يا لثارات الحسين إنني أستغيث بالثارات التي في قلوبهم وبعبارة أدق إنني أستغيث بهم لأي شيء أستغيث بهم لأجل ثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه لكن حينما أقول يا لثارات الحسين باللام المكسورة فإنني أطلب الغوث لثارات الحسين أيضا منهم أطلب الغوث من الذين يحملون حرارة ثأر الحسين في قلوبهم إنني أطلب منهم أن يعجلوا أن يسرعوا لإغاثة ثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي هو في قلوبهم إنها الحرارة التي لا تنطفئ ولا تبرد أبدا مثل ما عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله حين حدثنا عن تلك الحرارة التي تصطلي في قلوب الحسينيين يا لثارات الحسين استغاثة بثارات الحسين ويا لثارات الحسين استغاثة لأجل ثارات الحسين هذا هو اللفظ الصحيح وهذا هو المعنى الصحيح لغة ونحوا وثار دم وثار الحسين دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل وثارات من الصحيح السموات خليتهم طشر وراحت يتب علقان طرم يسر خصوتي جعت من ختمة حير بهاي الضيعين يا عشي بالحيدر طف كربل أهلتهم قشر وراحت يتب علقان طرم يسر هاليوم ردت إلك تينشد تدريش ينشدوني هاليوم ردت إلك تينشد تدريش ينشدوني ويانا راعي العالم ينصبنا الخيم وياناك يا أخو يا أب وياناك يا أخو يا أب بارك الله ديكي عيوني شاري وياناك يا أخو يا أب وياناك يا أب وياناك يا أخو يا أب إذن الصيغتان الصحيحتان هما اللتاني حدثتكم عنهما قبل قليل يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين أما الصيغ الباقية يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين فهذه الصيغ ليست صحيحة ولا حاجة للوقوف عند تفاصيلها عند تفاصيل عدم صحتها إنما تستبين الأشياء من أضدادها حينما بيّنت لكم الصيغة الصحيحة ووجه إعرابها فإن الصيغة التي هي ليست صحيحة صارت واضحة لديكم فالصيغتان الصحيحتان هما يا لثارات الحسين ويا لثارات الحسين باللام المفتوحة فإننا نستغيث بثارات الحسين وباللام المكسورة فإننا نستغيث لثارات الحسين فإننا نطلب الغوثة والاستغاثة لثارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه والمعنيان لغة صحيحان وعقيدة أيضا إذ أننا نستغيث بالثائرين الأحرار الذين يحملون الهم الحسينية في عقولهم وقلوبهم وضمائرهم وفي الوقت نفسه فإننا نطلب الغوثة ونطلب التعجيل لثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه عبر أوليائه الأحرار المخلصين عبر قطان الحاضنة الحسينية التي مر الحديث عنها في الحلقات المتقدمة الحاضنة الحسينية التي هي مركز العمل للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم أخطر قانون يرتبط بزمان الغيبة وزمان الظهور ما جاء مذكورا في الآية الثامنة والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام يوم يأتي بعض آيات ربك ما الذي يجري الآية بحسب تفسيرهم ترتبط ترتبط ارتباطا مباشرا بظهور القائم وبالرجعة العظيمة يوم يأتي بعض آيات ربك إنه القائم آيات ربك الحقيقية في أكمل مظاهرها محمد علي فاطمة إنهم أعظم الآيات أئمة الأئمة ومن بعدهم الأئمة المحجوجون بفاطمة أبناؤها من المجتبى إلى القائم القائم الذي هو بقية الله بعض آيات ربك بقية الله بقية الله بعض آيات ربك بعض محمد وأهل محمد وجدتك بعضي بل وجدتك كلي من القائل أمير المؤمنين قالها لمن لولده الحسن في الوصية المعروفة المروية في نهج البلاغة الشريف بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي يوم يأتي بعض آيات ربك ما الذي يحدث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا قل انتظروا إنا منتظرون كما يقول صلى الله عليه وآله أفضل عبادة أمة انتظار الفرج قل انتظروا إنا منتظرون هذا أخطر قانون يرتبط بشؤون زمان الغيبة وزمان الظهور لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل من قبل الظهور أو كسبت في إيمانها خيرا والإيمان هو العقيدة وقد حدثتكم في الحلقات الماضية من أننا إذا أردنا النجاة في الدنيا وأردنا النجاة في الآخرة علينا أن نصل إلى العقيدة السليمة علينا أن نبحث عن العقيدة السليمة والعقيدة السليمة مصادرها قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم فقط وفقط مصادر من هنا نستطيع أن نحصل على العقيدة السليمة وقد لخصتها لكم وصفيتها ونقيتها في مجموعة حلقات أعرف إمامك إذا كنتم باحثين عن العقيدة السليمة فعودوا إلى تلك الحلقات مجموعة حلقات أعرف إمامك في برنامج الخاتمة هذا وإذا ما أكملتم دراستها وحصلتم فائدتها فإنكم ستحتاجون المجموعة الثانية هذه التي بين أيدينا مجموعة حلقات هذا هو الحسين هاتان المجموعتان تشكلان صورة متكاملة للعقيدة السليمة وفقا لمنهج العترة الطاهرة بحدود المتاح لنا في زمان غيبة قائمهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم فنحن بحاجة إلى العقيدة السليمة في كي تستقر تفاصيلها ومعلوماتها في عقولنا وبعد ذلك نحن بحاجة إلى تنزيلها إلى قلوبنا وإلا فإن العقيدة إذا بقيت حبيسة في ذاكرة عقولنا في ذاكرة عقولنا فهي معلومات نظرية مجردة فقط وليس هناك من شيء آخر إنما تكون عقيدة إذا من عقدت في القلب وتمازجت مع الوجدان واختمرت في الضمير حينئذ تمازج أرواحنا يمكننا أن نصفها بالعقيدة إذا ما صارت بهذا الوصف والذي يعيننا على تحويلها من معلومات نظرية مجردة في خزانة ذاكرة عقلنا الذي يعيننا حرارة ثأر الحسين في قلوبنا علاقتنا بالحسين علاقتنا بالحسين دموعنا الصادقة على الحسين لوعتنا الساخنة بين جوانحنا على الحسين كل هذا يعيننا على تحويل تلك المعلومات النظرية المجردة في عقولنا إلى عقيدة معنوية تمازج أرواحنا تذوب في قلوبنا تعانق ضمائرنا حينئذ بإمكاننا أن نفعلها أسلوب حياة نعيش به حينئذ نستطيع أن نترجمها إلى قول إلى عمل إلى موقف في حياتنا اليومية في بعدها الديني وفي بعدها الدنيوي هذه هي التي تتحدث الآية عنها لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل هذا هو الإيمان الذي تتحدث هذه الآية عنه أو كسبت في إيمانها خيراً كسبت في إيمانها خيراً هذا إلى عمل يباشر التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم فنحن قبل الظهور مطالبون بعقيدة سليمة وبتفعيل لها على أرض الواقع للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم وهذا هو الذي تتحدث عنه الآية الكريمة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل وإنما يتجدد إيمانها بعد الظهور فيقول القائل أنا شيعي وهذا إمامي وصدقت الآن بكل ما كنت قد سمعته من قبل ولم أكن مهتماً به سيكون مؤمناً لكن هذا الإيمان لن يكون نافعاً له في أن يكون جزءاً من المشروع المهدوي الأعظم فهذا الإيمان لن يكسبه المناعة والحصانة فلربما سينخرط في أعداء إمام زمانه أو في أحسن الأحوال سيبقى متفرجاً لن يوفق للمشاركة في المشروع المهدوي الأعظم نحن لا نتحدث عن ثواب أو عن أجر هنا أما الذين يكونون جزءاً من المشروع المهدوي الأعظم هم الذين سيستطيعون أن يتواصلوا مع عالم الغيب الذي سينفتح على عالم الشهادة أما الذين لن يكونوا جزءاً من هذا المشروع سيبقون على حالهم سيبقون على حالهم والتطور الذي يطرأ عليهم هو التطور الذي يطرأ على سائر البهائم والحيوانات القضية خطيرة وخطيرة جداً أتمنى عليكم بعد البرنامج أن تتدبروا في هذه الآية الخطيرة يوم يأتي بعض آيات ربك إنه بقية الله إنه إمام زماننا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون هذا كله يجري في مرحلة الانتظار تحصيل الإيمان وبعد ذلك تفعيله على أرض الواقع أو كسبت في إيمانها خيراً متى يتحقق هذا قل انتظروا إنا منتظرون في مرحلة الانتظار هذه الآية آية خطيرة جداً ولذا ذكرها إمام زماننا في زيارة آل ياسين إنها الزيارة التي وردتنا من الناحية المقدسة من دون طلب من الشيعة صحب الأمر هو الذي بعث إلينا بهذا النص كي نزوره بهذه الزيارة الشريفة والتي نعرض فيها عقائدنا عليه أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من زيارة آل ياسين إنها الزيارة التي تعرفونها هكذا نخاطب صاحب الأمر وأشهد أنك حجة الله يا بقية الله وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر أنتم أنتم محمد وآل محمد أنتم الأول والآخر يا بقية الله وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا عودوا عودوا إلى زيارة آل ياسين وأطيلوا الوقوف هنا عند هذه الكلمات وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر سادتي أهل محمد وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا في بداية الزيارة الشريفة ماذا كتب إلينا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بسم الله الرحمن الرحيم لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلوا حكمة بالغة فما تغني النذر فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون هذا هو الواقع الشيعي منذ أن وصلت هذه الرسالة وقبلها فإن النص يتحدث عن واقع شيعي قبل صدور هذه الكلمات من الناحية المقدسة لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون مذجنح كثير منكم كثير منكم يا مراجع الشيعاء مذجنح كثير منكم إنها رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعليق شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في ظهور القيامة الصغرى ويوم الرجعة القيامة الوسطى وهناك القيامة الكبرى هذا الكلام ليس من عندي فمصطلح القيامة في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم جاء في يوم القائم صلوات الله عليه هذا العنوان عنوان القيامة بحسب تفسيرهم لقرآنهم جاء عنوانا ليوم الظهور وجاء عنوانا ليوم الرجعة وجاء عنوانا ليوم الدين ليوم القيامة الكبرى فحينما يحين الظهور فإن الذين لم يكن قد حققوا الإيمان في عقولهم وفي قلوبهم ولم يكن قد بادروا للعمل باتجاه تمهيد البلاد والعباد بحسب الاستطاعة حتى لو كان التمهيد بحدود نفس الإنسان بحدود نفسه فقط بحدود ما يستطيع أن يتحرك فإن الإنسان إذا لم يكن قد حقق الإيمان في عقله وفي قلبه وفي أسلوب حياته ولم يكن قد تحرك ممهدا ولو بحدود نفسه لا يستطيع أن يكون جزءا من المشروع المهدوي الأعظم وحينئذ سيندم ندما عظيما بالضبط الحال هو في مرحلة الرجعة والحال هو في القيامة الكبرى والحال هو هو حينما يموت الإنسان زمان الغيبة وبعد الموت تتكشف له الحقائق ما إن تخرج روحه من جسده تبدأ الحقائق تتكشف له شيئا فشيئا يتمنى أن يعود للحياة مرة أخرى لكنه لا يستطيع انتهت الفرصة دق الجرس كما يقول المعلم للتلاميذ في المدرسة انتهت الفرصة دق الجرس بدأ الامتحان بدأ ما كان يخافه التلاميذ حينما يموته الإنسان لا يستطيع أن يعود مرة أخرى كي يصحح تجربته السابقة فالإنسان له روح واحدة عليه أن يسعى في هذه الفرصة المتوفرة أن يحصل ولو ولو شيئا يسيرا من المادة الغالية الثمن التي سيحتاجها بعد الموت خدمة صاحب الأمر التي يقول عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لخدمته أيام حياتي أية مادة ثمينة هذه المادة وأي لغز فيها هذا الذي يجعل جعفر بن محمد أن يقول هذه الكلمة لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي أية مادة ثمينة هذه هذا هو الذي أحدثكم عنه طيلة الوقت ماذا أقول لكم صدقوني فإن ني لا أعلم هل ستصدقون ني أو لا إن ني أحدثكم من وحي معلومات صحيحة هذه المعلومات أخذتها من محمد وأهل محمد ومن وحي تجربة ومعاناة دينية لأنني عانقت الدين منذ صباي منذ نعومة أظفاري عانقت الدين والبيئة الدينية منذ بدايات حياتي ومن وحي تجربة حياة كثرت فيها الأخطاء والإضطرابات وكثر فيها التنقل في أرض الله وبين خلق الله وتنوعت فيها الثقافات التي لامستها واطلعت عليها وصارت جزءا في تكوين شخصيتي من وحي كل ذلك وغيره وحق الحسين وحق الحسين الذي هو الحسين ما وجدت شيئا له قيمة ما وجدت شيئا يستحق أن أهتم به إلا ما كان مرتبطا بخدمة الحجة بن الحسين هذه هي المادة الثمينة التي يمكنني أن أكون حريصا عليها كي أأخذ شيئا منها معي إلى قبري هذه المادة المنجية هذا هو الإكسير العجيب الآية تتحدث عن هذه الحقيقة يوم يأتي بعض آيات ربك هذا إذا أدركنا الظهور وإذا لم ندرك الظهور وسبق إلينا الأجل قطعا سنرى إمام زماننا عند موتنا لكن بأي حالة سنراه هل سيبشرنا هل سيكون غاضبا ساخطا علينا بأي حالة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لا أدري كيف أنقل لكم عمق الفكرة في رأسي وحرارتها في قلبي من أنه ليس هناك من شيء نافع في هذه الحياة إلا هذه المادة أتحدث عن المادة الثمينة الغاليهة جدا إنها خدمة قائم آل محمد عبر التمهيد لمشروعه الأعظم الذي مضمونه ثأر الحسين لا أتحدث عن ثأر عشائري ولا عن ثأر شخصي ولا عن ثأر عاطفي أتحدث عن الثأر الذي حدثتكم عن مضامينه في الحلقات المتقدمة من هذه المجموعة من مجموعة الحلقات هذه التي عنوانها هذا هو الحسين نذهب إلى فاصل المتقدمة 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 Works of the Red أكون قد أجبت على السؤال الثالث وهو في الحقيقة ما هو من أسئلتكم إنما هو سؤال أثرته لأجل أن ألفت أنظاركم وأن ألفت انتباهكم إلى أننا أمة خائبة لا تعرف تلفظ شعارها أي تخيبة هذه ورجال دينها الذين يفترضوا أنهم من أكثر الناس خبرة في معرفة الفاضي شعار هذه الأمة ومعرفة مضمونه هم الأكثر جهلا هم أكثر جهلا وأجهلوا بكثير من عوام الشيعة الذين يقدسونهم ولا ندري من هو الأكثر استحمارا هل هو الشيعي الذي يقدس ذلك الحمار المعمم أم أن الحمار المعمم أكثر استحمارا من هذا الذي يقدسه على أي حال هذا هو واقعنا الشيعي الذي صنعه لنا مراجع حوزة الطوسي إنهم مراجع النجفي وكربلاء هذه مشكلتنا السؤال الرابع في الحقيقة ما هو بسؤال واحد إنما هو خلاصة لكثير من الرسائل التي تصلني تارة بنحو مباشر لي وأخرى عبر الوسائط وفي بعض الأحيان عبر التلفونات و هذا الكلام ما هو بكلام شخص أو شخصين هذا كلام كثيرين و كثيرين و كثيرين يقولون لي من أنك وردتنا كيف وردتهم يقولون لي من أنك كشفت لنا حقيقة الواقع الشيعي أوقفتنا في منتصف الطريق و قلت لنا بعد أن أصبحنا لا نطيق النظر في صور مراجع النجف و كربلاء فإنك تقول لنا يمكنكم أن تقلدوهم فما الذي فعلته بنا أنا ما فعلت بكم شيئا لم أعطكم ضمانا بشيء أو لشيء كل الذي فعلته فإنني كشفت لكم حقيقة الواقع الشيعي و تلك هي مشكلتكم لست مسؤولا عنكم أنا لست مسؤولا عن مصير عائلتي فكيف أكون مسؤولا عنكم أنا مسؤول عن مصير نفسي فقط لست مسؤولا عن مصير أي شخص في الدنيا كما قلت لكم قبل قليل لست مسؤولا عن مصير عائلتي الصغيرة التي أعيش معها في بيت واحد لست مسؤولا عن مصير هدايتهم أو ضلالتهم أنا مسؤول عن نفسي فقط لم أعطي لأحد منكم ضمانا في شيء أو لشيء أنا كشفت لكم الحقائق وبالأدلة والوثائق لا كذبت عليكم ولا غششتكم ولا حرفت الكلام ولا قلت لكم اتبعوني أتحداكم أن تقولوا من أنني في لحظة ما قلت لكم اتبعوني أنا لا أطالب أحدا أن يتبعني أنا لا أطالب أحدا أن يتبعني ولا أطالب أحدا أن يصدقني ولا أعبأ بكم إن صدقتموني أو كذبتموني إنما أقول لكم هذه الحقائق وأنتم تأكدوا منها بأنفسكم وكل الذي قلته لكم هذه الحقائق احترموا عقولكم تأكدوا من الأمر بأنفسكم وإنني ما أرجعتكم إلى هؤلاء المراجع الذين كشفت عوراتهم أنا هكذا قلت قلت من أن الشيعية في الآصل مكلف أن يقلد إمام زمانه هذا هو التكليف الأصل نأخذ ديننا من أئمتنا بشكل مباشر من دون وسائط هذا هو الأصل إذا لم يتوفر لنا ذلك الذي يجب علينا أن نحصل ديننا بأنفسنا تارة من الكتب وأخرى من رواة الحديث بالنتيجة يجب علينا أن نحصل ديننا بأنفسنا إذا كان الشيعي من أهل الاختصاص وكان قادرا أن يحصل دينه بنفسه فهذا هو تكليفه الديني والشرعي إذا لم يكن قادرا على ذلك فإن عليه أن يبحث عن فقيه مرضي عند العترة الطاهرة عن فقيه واحد عن مجموعة فقهاء بالنتيجة يجب عليه أن يبحث عن مصدر مرضي عند العترة الطاهرة كي يأخذ تفاصيل دينه منه منهم على أي حال إذا لم يكن هذا متوفرا فماذا سيصنع لا طريق له إلى إمامه كما هو حالنا في زمان الغيبة ليس قادرا أن يحصل أحكام دينه عقائد دينه تفاصيل دينه بنفسه ولا لا يوجد هناك فقيه مرضي من فقهاء العترة الطاهرة فماذا يصنع في هذه الحالة قلت لكم عود إلى الذين يقال عنهم مراجع التقليد عند الشيعة وتعاملوا معهم كما يتعاملوا المضطر إلى أكل الميتة خذوا منهم ما هو ضروري بالنسبة لكم في أحكام الدين لا تأخذوا العقيدة منهم لا تأخذوا الموقف السياسي منهم لا تأخذوا التفسير منهم لا تأخذوا الفكرة والثقافة منهم هؤلاء مصادر ومنابع للثقافة الناصبية القذرة هذا هو الذي قلته لكم قلت لكم عودوا إلى هؤلاء واخذوا منهم بال مقدار الضروري كالمضطر الذي يذهب إلى الميتة وهم ميتة هم لا يعرفون إمام زمانهم هم لا يعرفون إمام زمانهم وقد أثبت ذلك لكم هم لا يعرفون إمام زمانهم القرآن يصف الذين لا يعرفون إمام زمانهم بأنهم ميتة في سورة الأنعام إذا ذهبنا إلى الآية الثانية والعشرين بعد المئة بعد البسملة أو من كان ميتا فأحييناه ميتا لا يعرف إمام زمانه هؤلاء لا يعرفون إمام زمانهم وقد أثبت ذلك لكم بالوثائق والحقائق فهؤلاء ميتة لكنكم مضطرون إلى ذلك فماذا تصنعون مثلما يضطر الشيعي في بعض الأحيان في زمان الأئمة لا يستطيع أن يصل إلى إمامه ولا يستطيع أن يصل إلى أحد الفقهاء المرضيين وهو لا يملك علما في الموضوع فإن الأئمة وجهونا أن نأخذ برواية المخالفين عن أمير المؤمنين مع أننا لا نثق بروايتهم عن أمير المؤمنين ولكن هذا هو الحل أن نأخذ برواية المخالفين عن أمير المؤمنين فأنا الذي فعلته وقلته في دائرة الإضطرار وإلا فالشيعي أساسا يجب عليه أن يأخذ دينه من إمامه لأننا نقلد أئمتنا أساسا تقليد فقهاء الشيعة هذا أمر استثنائي فرعي الأصل هو تقليد المعصوم تقليد فقهاء الشيعة بإجازة من المعصوم أمر ثانوي أمر استثنائي تقليد فرعي هذا بإجازة من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكننا في واقعنا الشيعي لا يوجد بين أظهرنا من الفقهاء المرضيين عند صاحب الزمان لا يوجد فقيه مرجع شيعي تتوفر فيه الأوصاف التي يشترطها أئمتنا في الفقهاء المرضيين لا نعرف أحدا على الأقل بالنسبة لي ربما تعرفون أحدا أنتم بالنسبة لي لا أعرف أحدا في الأجواء الشيعية لا في النجف ولا في غير النجف لا أعرف أحدا من الفقهاء والمراجع الشيعة ممن تتوفر فيهم صفة واحدة كل الذين أعرفهم الصفات التي تتوفر فيهم هي بالضبط بعكس ما يريد الأئمة بدرجة مئة بالمئة هذا بحدود معرفتي هذه مشكلتي ومعرفتكم مشكلتكم أنتم أيضا بحدود معرفتي هذا هو الذي أعرفه عن مراجع الشيعة وفقهائها لا أعرف فقيها واحدا يتصف بصفة واحدة من المواصفات التي يشترطونها في الفقهاء المرضيين وقد فصلت القول في هذا الموضوع في برنامج في برنامج مفصل كامل في شهر رمضان في السنة الماضية يمكنكم أن تعود إلى ذلك البرنامج كي تطلعوا على التفاصيل كاملة كل الذين أعرفهم وحينما أقول لكم أعرفهم إنني أحرفهم بالتفصيل إنني أعرفهم بشكل دقيق كل الذين أعرفهم مواصفاتهم هي بالضبط بشكل مناقض للذي يريده الأئمة بدرجة مئة بالمئة ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بالمرجع الأسفل هذا هو الواقع الشيعي من هنا قلت لكم عودوا إليهم في حالة عدم وجود إمامنا كي نتواصل معه بشكل مباشر وفي حالة عدم اقتداركم أنتم أن تصلوا إلى أحكام دينكم بأنفسكم وفي حالة عدم وجود فقيه مرضي بحسب مواصفات العترة الطاهرة فماذا تفعلون حينئذ الحل هو هذا أن تعودوا إلى هؤلاء وأن تتعاملوا معهم كما يتعامل المضطر إلى أكل الميتة أن تأخذ منهم بالقدر الضروري الذي لا تستطيعون أن تتركوا الوظيفة العملية فيه على سبيل المثال حكم يرتبط بشهر رمضان وأنتم في موقف محرج ولا تملكون وقتا لا تستطيعون الاتصال بإمام زمانكم لستم قادرين على معرفة الحكم بأنفسكم لا يوجد فقيه مرضي من فقهاء العترة كي تعودوا إليه فماذا تصنع هل تتركون تكليفكم الشرعي هذا لا يجوز هل تقترحون شيئا من عند أنفسكم هذا لا يجوز هؤلاء فتاواهم فيها ما يطابق الذي يريده أهل البيت وفيها ما لا يطابق الذي يريده أهل البيت فهناك نسبة لمطابقة ما يريده أهل البيت يمكن أن تكون في هذه المسألة أو في تلك وإن كان المنهج ناصبيا وإن كانت طريقة استنباطهم للأحكام الشرعية طريقة ناصبية لكن الأحكام الشرعية إما أن تكون في دائرة الواجب أو في دائرة المحرم في دائرة المباح أو في دائرة اللامباح في دائرة المستحب أو في دائرة المقروه فالحكم قد يكون في هذه الجهة أو في هذه الجهة فنسبة الخمسين بالمئة للوصول إلى هذا الصواب قائمة قائمة حتى عند النواصب ليس عند هؤلاء فقط فإن الحكم في نوع طعام مثلا إما أن يكون محللا أو أن يكون محرما لا يوجد سلسلة من الأحكام إما أن يكون محللا وإما أن يكون محرما فحينما يصدر الفقيه الناصبي من نواصب السقيفة سقيفة بني ساعدة أو الفقيه الناصبي الشيعي من نواصب سقيفة بني نجا حينما يصدر الفتوى بالتحريم أو بالتحليل فإن احتمال الإفتاء الصحيح بدرجة خمسين بالمئة ومن هنا فهناك حل لمشكلة تشخيص الوظيفة الشرعية العملية بهذه الطريقة هذا هو الذي قلته لكم عندكم حل آخر فاذهبوا إليه أنا لا فردت هذا الكلام على أحد ولا قلت من أن الذي لا يتبع كلامي فهو خارج من الدين هذه قناعتي وهذا فهمي للأمور طرحته فأنتم بالخيار بإمكانكم إذا اقتنعتم بما قد بينته لكم فأعملوا به إذا لم تقتنعوا فبحثوا لكم عن حل آخر فلا أنا بنبي لكم ولا أنا بإمام لكم ولا أنا بحجة عليكم أنا راوية حديث أنقلوا حديث العترة صلوات الله عليها وأبين مضامين الحديث بحسب ما أفهمه ولذا لا ألزم أحدا بما أقول فلماذا تقولون لي من أنني وردتكم أنا لا وردتكم ولا فعلت شيئا لكم والأفضل أن تتركوا متابعة برامجي إذا كانت متابعتكم لبرامجي تقودكم إلى هذه النتيجة لماذا تتابعون برامجي الغاية التي أطبح إليها أن أغير العقل الشيعية عبر إشاعة وضوح الرؤية على مستوى العقيدة وعلى مستوى الفكر والثقافة الدينية وحتى على مستوى الفتاوى والأحكام أحاول أن أضع الحقائق بين أيديكم بقدر ما أستطيع ومع ذلك فإنني قد وضعت الحلول والحلول وطالبتكم كرارا ومرارا أن ساعدوني أنا لا أستطيع أن أقوم بكل شيء أنا رجل واحد أنا شخص واحد في مواجهة كل هذه المؤسسات في مواجهة كل الفضائيات الشيعية في مواجهة كل المرجعيات الشيعية في مواجهة كل الحسينيات الشيعية في مواجهة كل خطباء المنبر في مواجهة كل الحوزات الشيعية في مواجهة مراجع الشيعة وما يمتلكون من سلطة دينية وسياسية ومالية واجتماعية إنني أواجه أمة تأريخها يمتد إلى 448 من الهجرة منذ سنة 448 إلى يومنا هذا ما يقرب من ألف عام 448 ونحن الآن في سنة 1443 ألف عام أنا شخص لوحدي في مواجهة تأريخ يمتد إلى ألف عام قلب الموازين في العقل الشيعي واستحمر الشيعة عبر القرون أجيال حمير تلد حميرا ورثناها ليس كابرا عن كابر ورثناها حمارا عن حمار حامرا عن حامر أنا في مواجهة كل ذلك وأنا رجل واحد بمفردي طالبتكم كرارا ومرارا قفوا معي ساعدوني حتى أستطيع أن أساعدكم لكنني ما لمست شيئا أنا لا أبالي أنا مستمر في أداء رسالتي مستمر منتظر إما أن أموت وإما أن أعجز أن أصل إلى مرحلة أعجز فيها عن الاستمرار في الطريق هل مشكلة مشكلتكم ما تذكرونه لي في رسائلكم أو في مكالماتكم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أن تطالبوني أن أكتب رسالة عملية في الأحكام والفتاوى هذا الأمر بالنسبة لي أمر يسير يسير جدا بإمكاني أن أكتب لكم رسالة عملية مفصلة و بنحو يختلف عن الرسائل العملية التي يكتبها مراجع النجف و كربلا أكتب لكم رسالة عملية مفصلة في شؤون الطفل و في شؤون الأسرة و في شؤون الاجتماع و الإقتصاد و السياسة و الثقافة و العقائد في مختلف شؤون الحياة على المستوى الفردي و على المستوى الاجتماعي و يمكنني أن ألخصها بنحو متوسط و يمكنني أن ألخصها مرة ثانية بنحو موجاز يمكنني أن أفعل هذا أن أعتزل فترة زمانية و ما هي بطويلة كي أكتب لكم ذلك و أنا أملك قلما سيالا إذا ما وضعته على الصطور فإنني لا أتوقف أنا الآن أؤلف لكم كتبا على التلفاز من دون أوراق من دون شاشات وبشكل مباشر أكتبوا أكتبوا ما أقوله ستجدون في نهاية الحلقة من أنني حبرت لكم باللسان لا بالقلام و عبر البث المباشر موضوعا متكاملا يمكنكم أن تأخذوه إلى المطبعة كي يطبع أنا قادر على فعل هذا لكن الحل ليس في هذا الحل ليس في كتابة أو تأليف رسالة عملية قد تقولون لي أكتب هذه الرسالة أنا إذا كتبت رسالة عملية و نشرتها القضية لا تقف عند هذا الحد فإن الناس ستراني مسؤولا أن أجيب على كل أسئلتها وأنا لا أملك لذلك وقتا عندي أولويات وأنا أعمل وفقا لأولوياتي دائما أقول من أن مشكلة الشيعة في اضطراب قائمة أولوياتهم فهل أقوم بنفس سفاهتي أن أترك الأولويات التي أرى لها الأولوية القصوى إنني أجد مشكلة الواقع الشيعي في تركيبة العقل الشيعي أسعى أسعى بكل إمكاناتي أن أغير ما أستطيع أن أغير من تركيبة العقل الشيعي أحسب نفسي أنني تركت أثرا وصلت إلى نتيجة جزئية في هذا فالقضية عسيرة عسيرة جدا الأولوية التي عندي هي هذه أقترحت عليكم سابقا وأعيد اقتراحي أعيد اقتراحي لا أنني أقترحه عليكم الآن وإنما أذكركم فقط من أنني أقترحت عليكم أن ساعدوني أعينوني كي نؤسس جامعة بمواصفات حدثتكم عنها سابقا الوقت يجري سريعا لا أريد أن أعيد ما تحدثت به كرارا ومرارا في هذا الموضوع قلت لكم من أن حل مشكلتنا في تأسيس جامعة كبيرة وهذه الجامعة تتطور شيئا فشيئا وأنا قادر على إدارتها أنا قادر في ظرف شهور أن أهيئ أساتذتها وأن أدربهم قطعا أنا لا أستطيع أن أدرس فيها لوحدي أنا أشرف عليها لكن سأدرب الأساتذة وسأهيئ المنهج وسأدرب الكوادر التي تعمل في الجانب الإداري وفقا للمخطط الذي هو في رأسي هذه الجامعة تتطور شيئا فشيئا عبر أساتذتها وحينما أقول لكم من أنني أدرب أساتذتها هناك الكثيرون ممن يحتاجون إلى تدريب في عدة شهور كي يكون أساتذة صالحين لهذه الجامعة أتحدث عن الصلاح العلمي عن الصلاح التدريسي هذه الجامعة سيتفرع منها مركز للإفتاء وهذا هو الذي سيقدم الفتاوى وفقا لمقاييس هذه المقاييس بإمكان عامة الشيعة أن يشخصوها في أي فتوى لأن هذه المقاييس لا بد أن تنشر عبر التلفزيون وعبر الإنترنت وحتى في الشوارع أن تكتب في لوحات الإعلانات كي يعرف الشيعة مقاييس الفتوى وبإمكانهم أن يشخصوا هذه الفتوى تتوفر فيها هذه المقاييس أو لا أتحدث عن فقه العترة الطاهرة بعيدا عن فقه مراجع النجف وكربلاء وإنني أقولها لكم وبقاطعية وأنا مسؤول عن كلامي هذا لو أن الجامعة تهيأت بحسب ما هو مخطط في ذهني وبحسب ما أريد أن يكون العمل عليه والله في ظرف خمس سنوات سأخرج جيلا من الفقهاء الشباب يضحكون على مراجعكم في النجف مثل ما أضحك عليهم أنا ما أنا جعلتهم مسخرة ومضحكة بالحقائق والوثائق جعلتهم مسخرة أمام عوائلهم ومسخرة أمام تلامذتهم ومسخرة أمام وكلائهم هذا الكلام لا أقوله جزافا أنا متأكد من كل حرف في كلامي هذا بإمكاني في ظرف خمس سنوات أن أخرج من الفقهاء الشباب ما أصحاب الأئمة عودوا إلى تأريخهم جابر الجعفي جميل ابن دراج محمد ابن مسلم زرارة محمد ابن مسلم زرارة ابن أعين كم كانت أعمارهم في العشرينات هؤلاء في العشرينات نذهب إلى فاصل السلام عليك يا أبا الفضل العباب ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أبن سيد الوصيد السلام عليك يا أبن أول صحيح القوم الإسلام وأقذبهم إيمانا وأقذبهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأسيك فنعمل أخو المراسي فلعن الله أمة أسلات ولعن الله أمة ظلمات ولعن الله أمة استحلت منك المحارب والزاكت حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخو الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد في غيره من الثواب الجزيد والسلاء الجميد وألحقك الله لدرجة آبائك في دمات النعيم هذه الجامعة سيتفرع منها مركز للإفتاء وهذا المركز لا تكون فيه الفتوى فردية الأمة أرجع الشيعة إلى فقيه ولكنهم أرجع الشيعة إلى فقهاء في آن واحد توقيع إسحاق بن يعقوب أرجع الشيعة إلى رواة الحديث إلى مجموعتين والقرآن من قبله في سورة التوبة في الآية الثانية والعشرين بعد المئة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة مجموعة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم العمل جماعي و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أليس مراجع النجف يستدلون بهذه الآية في باب التقليد الآية لم تتحدث عن فقيه واحد تحدثت عن مجموعة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون و مثلما أرجع الإمام الشيعة إلى رواة الحديث و ما قال إن فقيها واحدا منهم هو حجة عليكم قال فإنهم رواة الحديث حجة عليكم جميعا فيكون هناك مركز هذا المركز يكون فيه من الفقهاء المتخرجين من الجامعة والفتاوى تنشر عبر الإنترنت وتطبع بعد ذلك في كتب وتنشر عبر التلفزيون فتاوى بمقاييس العترة الطاهرة وهذه الجامعة يتفرع منها مركز للرصد لرصد الهلال وفقا لموازين أهل البيت وتصدر التقويمات السنوية و يتفرع منها مركز للدراسات الستراتيجية التي تعيد النظر في تقييم التأريخ الشيعي و تعيد النظر في الأكاذيب التي كذبوها علينا مراجع النجف و كربلا الحل يبدأ من هنا أنا أمتلك المنهج و أمتلك الفكرة و الثقافة و أمتلك القدرة على الإدارة و القيادة في هذا المشروع و بإمكاني أن أنجح في هذا العمل طالبتكم أن تساعدوني هذا هو الحل الحل هنا الحل ليس في رسالة عملية أكتبها لكم و تتصورون بعد ذلك أن المشكلة قد حلت و أنا أصبح مطالبا من قبل الناس أن أكون مسؤولا كي أجيب على كل أسئلتهم و تضيع أولويات عملي الأمور لا تدار هكذا الأمور تدار بهذه الطريقة الحكيمة لكنكم عاجزون و فاشلون هذا هو الواقع الشيعي كنت أتمنى أن المؤسسة الدينية هي التي تقف معي لكن المؤسسة الدينية تحاول قتلي تحاول تصفية جسدية هذا هو الذي تفعله المؤسسة الدينية في النجف معي فما أنا الذي وردتكم الذين وردوكم هم مراجع النجف و كربلاء هم الذين ضللوكم و أخرجوكم من دين محمد و أهل محمد أنا كنت سببا في أن أوضح لكم الحقيقة لست أنا الذي وردتكم أنا الذي أضع الحلول بين أيديكم حتى مشروع كلامكم نور هو جزء من برنامج هذه الجامعة لأن مشروع كلامكم نور هو نواهته مكتبة شيعية نظيفة من الفكر الناصبي القذر و هذا جزء من برنامج الجامعة أن الأساتذة و أن الدارسين هم الذين سيقومون بهذا المشروع لكنني حين عجزت و فشلت في تنفيذ مشروع الجامعة أخذت هذا المشروع الذي هو جزء من مشروع الجامعة الكبيرة أخذته جانبا و بدأت أشتغل عليه و مع ذلك فإن العمل لا زال بطيئا بسبب قلة الإمكانات المادية نحن مستمرون في عملنا في هذا المشروع لكن العمل بطيء و بطيء جدا بسبب قلة الإمكانات المادية نحن سنستمر في عملنا عملنا متواصل نعمل بقدر ما نستطيع لكنني أقول لأخوتي وأبنائي من الذين اهتدوا إلى منهج العترة الطاهرة ممن كانوا من المخالفين ممن كانوا من السنة واهتدوا إلى منهج أهل البيت يرسلون لي الرسائل و يقولون نحن ما ذنبنا نحن جئنا إلى أهل البيت نحن ما جئنا إلى مراجع الشيعة و لا علاقة لنا بما يقوله مراجع الشيعة نحن نريد فقها العترة الطاهرة هؤلاء حينما يخاطبونني هكذا في الحقيقة يحرجونني يحرجونني كثيرا ولذا فإني أعدهم من أنني سأفتح صفحة على الإنترنت في الأيام القادمة لا أدري متى ولكن في قادم الأيام في أقرب ما أستطيع أن أفعل ذلك سأفتح صفحة يمكنكم أن تتواصلوا معي عبر هذه الصفحة لا أتحدث عن صفحة شخصية أنا ليس لي من صفحة شخصية ولا من حساب شخصية ولا ولا من أي شيء شخصية على الشبكة العنكبوتية إنما أتحدث عن مواقع قناة القمر الفضائية وما يرتبط بها من كل تفاريع نشاطاتها الألكترونية على مختلف المنصات سأفتح صفحة في هذه المساحات كي أجيب على أسئلتكم الدينية والشرعية ما يرتبط بالأحكام والفتاوى سأجيبكم وفقا لفقه العترة الطاهرة لا شأن لي بما يقوله مراجع النجفي وكربلاء أكنت متفقا معهم أكنت مختلفا لا أبالي بفقههم ولا أبالي بفتاواهم سأجيبكم إذا كنتم تريدون بفتاوى الباقر والصادق وفقا لمنهج العترة الطاهرة لكن من البداية لابد أن أقول لكم إذا تأخرت الإجابات بعض الشيء فلا تلوموني لأنني سأجيب على أسئلتكم بقدر ما يسمح به لي الوقت أعدكم بهذا في قادم الأيام إن شاء الله تعالى أن أتواصل معكم عبر صفحة للأسئلة الشرعية والدينية في أجواء الأحكام والفتاوى أما في أجواء العقائد فإن الإجابات ستكون إرجاعا إلى برامج قناة القمر الفضائية لأنني قد غطيت العقائد في مساحات واسعة وواسعة جدا يمكنكم أن تعودوا إلى برامج المختلفة كي تطلعوا على تفاصيل العقائد وقد لخصتها بشكل علمي متين وأمين في مجموعة حلقات أعرف إمامك نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت جعلت فداك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاته علي صلوات الله عليه والإئتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل وأقول للذين يقولون من أنني وردتهم يمكنهم أن يكتبوا أسئلتهم عبر هذه الصفحة إن فتحت في قادم الأيام إن شاء الله تعالى وسأكون في خدمتهم قطعا بحدود الإمكان بقدر ما أستطيع لكنني أقول لهم من أن شخصا واحدا لا يستطيع أن يفعل كل شيء أنا بحاجة إلى مساعدتكم إذا كنتم تريدون مني أن أساعدكم لا أستطيع لوعدي أنا بحاجة إلى دعم إجتما إجتماعي إلى دعم أمني إلى دعم مادي حتى أستطيع أن أساعدكم بحدود إمكاناتي فإنني أواصل عملي ليلة نهار فأنا أعمل في مؤسسة نشاطاتها مفصلة كثيرة رجاء أعرضوا لنا خارطة عمل مؤسسة القمر سأقرأ عليكم ما هو مكتوب في خارطة عمل مؤسسة القمر التي هي مؤسستنا التي نعمل فيها ونؤدي خدمة تمهيدنا لمشروع إمام زماننا عبر هذه المؤسسة وعبر هذه النشاطات أتمنى عليكم على الكونترور روم أن يترك الخارطة على الشاشة كي أقرأ تفاصيلها العنوان في رأس الخارطة مؤسسة القمر للثقافة والإعلام هذه هي مؤسستنا المؤسسة الأم مؤسسة القمر للثقافة والإعلام تنشطر إلى شطرين الشطر الأول القمر الفضائية إنها قناة القمر الفضائية الشطر الثاني القمر للنشر إنها دار القمر للنشر للنشر النشاط التلفزيوني الشاشة الصغيرة تيفي على مدار 24 ساعة النشاط الثاني هو النشاط الألكتروني على الإنترنت وعلى مدار 24 ساعة وهذا أنتم تلمسونه بأيديكم بحواسكم قناة القمر تضخ ضخا بالمعارف والثقافة الأصيلة للعترة الطاهرة ليل نهار تواصل عملها وكذلك نشاطنا الألكتروني لا أقول من أننا قد حققنا ما نريد ولكننا نعمل بقدر ما نستطيع أما القمر للنشر وهي دار القمر للنشر الجناح الثاني من أجنحة مؤسسة القمر موجودة وعملها مستمر لكننا نعمل ببطء بسبب قلة الإمكانات سنحاول أن نظهر لكم إنتاجنا النافعة والمفيدة لكم في أقرب فرصة القمر للنشر تلاحظون في الخارطة تحقيق ترجمة طباعة النشر مشروعها الكبير هو هذا مشروع كلامكم نور ماذا جاء في تعريفه نوات مكتبة شيعية نظيفة من الفكر الناصبي بحدود الممكن لا نعطي ضمانا بنظافة من الفكر الناصبي بدرجة مئة بالمئة لماذا؟ لأن مراجع الشيعة عبر القرون ما ترك مزبلة ولا قذارة ولا نجاسة إلا وجاءوا بها وحشروها في واقعنا الشيعي سنبذل قصارى جهدنا لتنظيف نواتي المكتبة هذه من قذارة النواصبي التي وصلت إلينا عبر هؤلاء القمامة عبر مراجع النجف وكربلاء مشروع كلامكم نور ينشطر إلى شطرين الشطر الأول موسوعة كلامكم نور إنها الموسوعة التي تشتمل على كل أحاديث أهل البيت بتبويب جديد وترتيب معاصر وهذه ينشطر العمل فيها إلى شطرين الطباعة والنشر الورقي الطباعة والنشر والبرمجة الألكترونية أن نحول ذلك إلى تطبيقات الألكترونية منشورات القمر وتنشطر إلى شطرين موسوعة برامج القمر هذه البرامج التي أقدمها لكم نحولها إلى كتب مطبوعة سلسلة كتاب الجيب من منشورات القمر هذه كتب صغيرة وجيزة تشتمل على الموضوعات والمطالب التي يحتاجها الناس في حياتهم الدينية والدنيوية كل هذه العناوين العمل عليها جار إلا عنوان سلسلة كتاب الجيب من منشورات القمر هذا العنوان لحد الآن ما بدأنا العمل عليه بقية العناوين العمل جار فيها لكن العمل بطيء بسبب قلة الإمكانات المادية مثلما تشاهدون عملنا عبر قناة القمر وعبر نشاطنا الألكتروني على الشبكة العنكبوتية فإننا ننشط في مشروع كلامكم نور بقدر ما نستطيع لو توفرت لنا الإمكانات المادية المطلوبة لرأيتم النتائج في أسرع وقت ممكن هذا هو الذي أستطيع أن أقوم به بحدود إمكاناتي وبحدود إمكانات الذين يساعدون في عملي هذا فإمكاناتي محدودة وإمكاناتهم محدودة أيضا ولكننا مع ذلك أنتجنا شيئا كثيرا قطعا ليس هذا بفضلنا أبدا ولا أقول هذا الكلام تواضعا إنما هو بتوفيق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل موسيقى 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 موسى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لن اطيل الحديثة اكثر من ذلك اتمنى لكم التوفيق جميعا واعتذر عن كل كلام صريح يؤذيكم انا صريح في الكلام وصراحة هذه سببت لي المشاكل الكثيرة عبر حياتي لا يعني انني لست مجاملا فانا مجامل من الدرجة الاولى في الحياة الاجتماعية لكنني في الجانب العقائدي في اجواء محمد وآل محمد لا اتذكر صدقوني انني جاملت مرة واحدة ولا اقول هذا للاعلام هذه حقيقتي لم اجامل مرة واحدة في حق محمد وآل محمد طيلة حياتي هذا الذي اتذكره لا ادري ربما جاملت لكنني لا اتذكر هذا وحق الحسين لا اتذكر طيلة حياتي انني جاملت في حق محمد وآل محمد مع انني مجامل من الطراز الاول في الحياة الاجتماعية مع الناس لكن حينما يصل الكلام الى محمد وآل محمد فإنني لا اجامل أبدا وهذه نصيحتي التي دائما انصح بها الآخرين كثيرون يطلبون مني النصيحة فإنني لا انصح إلا بنصيحة واحدة أقول للذي انصحه لا تجامل في حق محمد وآل محمد وبعد ذلك افعل ما تشاء لا تجامل في حقهم قطعا هذه النصيحة ثقيلة جدا ثقيلة جدا غالية القيمة عظيمة الفحوى عزيزة المعنى لكن ضريبتها لكن ضريبتها باهضة جدا جدا ضريبة هذه النصيحة ثقيلة 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 مؤلمة تجعل القريبة يعاديك قبل البعيد تجد أمامك كل شيء كل شيء يعاديك لكنك ستفوز في الآخر على الأقل فيما بينك وبين نفسك ستكون فائزا لأنك ستقف في جوارهم في جوار محمد وآل محمد ويشرفني يشرفني في الأجواء الشيعة ويشرفني ويشرفني كثيرا في الأجواء الشيعية إذا ما كان الحديث عن محمد وآل محمد فإن اسمي يذكر أكان بالخير أم كان بالشر دائما حينما يطرح الحديث عن محمد وآل محمد يطرح اسمي أكان بالذن أم كان بالمدح يشرفني هذا يشرفني هذا كثيرا وصدقوني أنا لست باحثا عن شهرة في هذه الحياة أنا باحث عن شهرة في يوم القيامة نعم أنا باحث عن شهرة هناك أريد أن أأتي يوم القيامة حينما يجلب ملفي للحساب والجميع من أبناء عصري يشيرون إليه من عدو أو صديق هذا أبو الشهادة الثالث في عصرنا أريد أن يشير إلي الجميع حتى أقف بين يدي أمير المؤمنين وأقول له حتى أقف بين يدي أمير المؤمنين وأقول له يا أمير المؤمنين أنا أبو الشهادة الثالثة في عصري وفي زماني ولا أريد أجرا على ذلك أنا أريد أن أقول للأمير فقط لا أريد أجرا على ذلك فالشهادة الثالثة شرفي ولا يأخذ الإنسان أجرا على شرفه هل تأخذون أجرا على شرفكم على كرامة أعراضكم تأخذون أجرا على ذلك الشهادة الثالثة شرفي وكرامتي ولقد نذرت حياتي لها منذ أن عرفت الحقيقة منذ عقود نذرت حياتي للشهادة الثالثة وأريد أن أكون أبا لها أن يقال لأبو الشهادة الثالثة في جيلي وفي عصري في الزمن الذي أعيشه في هذه الدنيا لا أريد شهرة في هذه الحياة أريد شهرة هناك أن يشير الجميع إلي إذا ما جئ بملفي أن هذا أبو الشهادة الثالثة كان في جيلنا وفي عصرنا وفي أيام زماننا إنها كرامتي ومبخرة أن أعلم الشيعة ذكر علي في صلواتهم ولا أقول أكثر من ذلك وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في الحلقة الأخيرة من مجموعة هذه الحلقات زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة